بعد شهر من خضوعه لعملية جراحية خفيفة بإحدى المستشفيات الألمانية عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بياناً إعلامياً أعلنت في عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت على مستوى قدمه اليمنى عودة الرئيس تتزامن مع مطالب حزبية تنتظر منه البث فيها في مقدمتها التعجيل بمشروع قانون الانتخابات وإجراء تعديل حكومي بالإضافة إلى تحديد رزنامة الانتخابات التشريعية والمحلية وسبق لرئيس الجمهورية أن وجه انتقادات لاذعة لأداء التقم الحكومي عشية مغادراته البلاد نحو ألمانيا قائلاً الحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها وعلى إثر ذلك أمر الوزير الأول عبدالعزيز جراد كل الوزراء بتقديم التقارير المفصلة عن قطاعاتهم الوزرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر